بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم المتيزة قناة التعليم الفني إن شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلاب الصف الأول تخصص فني الحاصلات المستانية على منظومة الجدارات المهنية إحنا قبل كده تكلمنا في ثلاث حلقات سابقة عن وحدة مشاتل الحاصلات المستانية واتكلمنا فيها على بعض آليات من بداية خالص إزاي إيه هي منظومة الجدارات المهنية وعرفنا نظام دراستنا حيكون إزاي ونظام تدريبنا حيكون إزاي ونظام تقييمنا حيكون إزاي وبدأنا بأول مخرج من مخرجات التعلم الخاصة بالوحدة الأولى هي وحدة مشاتل الحاصلات المستانية لمجال فني إنتاج الحاصلات المستانية للصف الأول من مدارس الزراعية الملتحقة على منظومة الجدارات المهنية في البداية نذكر بعض كده إحنا إيه هي أهم مخرجات التعلم في وحدة مشاتل الحاصلات البستانية قلنا مع بعض إن أنا عندي الوحدة دي بيكون عندي فيها تلات مخرجات تعلم المخرج الأولاني بيكون خاص بتجهيز مشاتل الحاصلات البستانية ومخرج رقم اتنين ينفذ طرق تكاثر الحاصلات البستانية والمخرج رقم ثلاثة يطبق الممارسات الزراعية بالمشتب بالنسبة للمخرج التعليمي رقم واحد اللي هو يجهز مشاتل الحاصلات البستانية إحنا تكلمنا عليه بكل معاييره والمخرج التاني ينفذ طرق تكاثر الحاصلات البستانية اتكلمنا فيه على المعايير الأول اللي هو تنفيذ طرق التكاثر الجنسي أو طريقة التكاثر الجنسي والنهاردة هنخش على المعايير الرقم اتنين هنتكلم فيها على إزاي أو طرق استخدام أو طرق التكاثر الخضري نرجع بس مع بعض كده المعايير الأداء الخاصة بالمخرج الأولاني اللي هو يجهز مشاتل الحاصلات البستانية كان عندي تلات معايير أداء يستخدم الآلات والعدوات ويقسم أرض المشتل ويجهز بيت الزراعة وعرفنا أن التلات معايير دول وإحنا بنشتغل عليهم أو إحنا بنتدرب عليهم حيتم تقييمنا أو تقييم أداءنا أو تقييم أداء المتعلمين اللي هو حضرتك في صورة بطاقة ملاحظة أداء يبقى دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة ووجهنا انتباه حضرتك برضو أن ما هيبقى مطلوب من حضرتك أن أنت جاهز وحضرتك بتنفذ المهارة العملية بتجهز معها حاجة اسمها الدليل الدعم اللي هو عبارة عن ملف فيديو أو صورة بتوضح خطوات أو تنفيذ المهارة اللي حضرتك بتقوم بها المعيار رقم 2 أو المخرج رقم 2 ينفذ طرق التكاثر للحاصلات البستانية قلنا في عندي هنا معيارين أداء ينفذ طرق التكاثر الجنسي ودي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت والحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله هناخد فيها المعيار رقم 2 اللي هو كيفية تنفيذ طرق التكاثر الخضر برضو زي ما احنا اتفقنا عشان نشتغل لازم أعرف أنا حيتم تقييم إزاي عشان أفهم إيه اللي حيتم مني فبلاقي في المخرج ده أيضا ومعيار الأداء ده أيضا دليل التعلم عندي دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة يبقى حيكون المطلوب من حضرتك تنفيذ طرق التكاثر الخضري يعني حضرتك هتتدرب مع الزملة داخل المدرسة على تنفيذ طرق التكاثر الخضري المختلفة اللي احنا هنستعرضها مع حضرتك ونشوف إزاي بتتم هذه الطريقة والحاجات اللي هتكون مطلوبة من حضرتك تركز عليها عشان تكتاز المهارة بشكل جيد ويكون إن شاء الله اكتيازك للمهارة من المرة الأولى من خلال إن أنا بتابع ما هي أهم الخطوات أو البنود اللي موجودة عندي في بطاقة الملاحظة اللي احنا هنشتغل عليه طيب إحنا في البداية قلنا إن أنا قبل ما نبدأ في تنفيذ المهارة لازم أعرف مجموعة من المعارف اللي بتساعدني على اجتياز هذه المهارة أو بتساعدني على معرفة جوانب القوة اللي موجودة عندي بحيث إن أنا لما أجنفذ المهارة بكون ملم بكل المعلومات الخاصة بتنفيذها بحيث إن هي ما تكونش عندي فيها نوع من أنواع القصور نيجي نشوف أول حاجة عايزين نعرفها طرق تكاثر نباتيات الحاصلات البستانية إحنا اتفقنا إن أي نبات بصفة عامة ونباتات الحاصلات البستانية بصفة خاصة بيتم إكسارها بطريقة من اتنين إما أن يتم تكاثرها تكاثراً جنسياً عن طريق البزور الناتجة أو البزور اللي أجنتها أجنة حقيقية ناتجة من عملية التلقيح والإخصاب وده إحنا وضحناه بالتفصيل في الحلقة اللي فات الجزء الثاني هيكون خاص بطرق التكاثر الخضري يبقى عندي طريق التكاثر جنسي بالبزرة وعندي مجموعة من طرق التكاثر اسمها طرق التكاثر الخضري أو إحنا بنسميها طرق التكاثر اللاجنسي يبقى بصفة عامة أي نبات في الدنيا وخصوصاً عندنا إحنا بنتكلم في مجال الحاصلات البستانية فبنتكلم على نباتات الحاصلات البستانية بيتم برضو إكسارها بطريقة من اتنين إما أن يتم إكسارها بطريقة جنسية عن طريق البزرة أو يتم بإكسارها بأحد طرق التكاثر الخضري اللي حنتعرض لها بشيء من التفصيل قلنا عندي فيه تكاثر بزري اللي هو التكاثر الجنسي وعندي صورة اللي هي التكاثر الخضري اللي هو التكاثر اللاجنسي يبقى احنا معنا كده الصورتين بتوع التكاثر موجودين معايا تكاثر النباتات لحصلات البستانية على التكاثر البزري او التكاثر الجنسي وعند التكاثر الخضري او التكاثر اللاجنسي نيجي نشوف مع بعض اول حاجة التكاثر الخضري معنى كلمة التكاثر خضري او تكاثر جنسي معنى ايه بصوا حبيبي احنا هنا قلنا لما نيجي نتكلم على التكاثر الجنسي قلت ان انا بيتم اكسار النبات عن طريق البزور اللي اجنتها حقيقية ونتجة من عملية التلقيح والاخصاب وده اتكلمنا عليه بكل تفصيل بالمرة اللي فاتة وكمان قلنا ان انا ممكن استخدم بزور ويكون عندي التقاصر خاضري في حالة البزور عديدة الاجنة زي ما موجودة معنا فين؟ اه تمام زي ما موجودة عندي في نبات المانجة وموجودة عندي في بزور نباتات الموالح يبقى عندي بزور نبات المانجة وبزور نباتات الموالح بيكون بتتميز ان هي فيها ظاهرة تسمى ظاهرة تعدد الاجنة او بزور عديدة الاجنة هذه البزور الجنين بتاعت فيه عندي جنين منها واحد بيكون جنين جنسي وتنتج أيضا مجموعة من الأجنة الخضرية وأي حد متمكن أو متمرس في مجال الحاصلات البستانية بيقدر يميز ما بين الجنين الجنسي والأجنة الخضرية فالجنين الجنسي بيكون نموه ضعيف أنا ممكن أستبعده وأخذ باقي الأجنة اللي موجودة عندي ليتم إكسارها يبقى إذن هنا عندي جنين ممكن يكون ناتج من البزرة وتعتبر طريقة من طرق التكاثر الخضري يبقى بصفة عامة أنا لو بعمل تكاثر خضري بستخدم أي جزء من النبات جزر أو ساق أو ورق أو ساق مخزنة للغذاء لو استخدمت هذا الجزء كطريق التكاثر إذن هنا عندي ده بيعتبر تكاثر إيه؟ تكاثر لا جنسي يبقى زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة كده طرق التكاثر اللاجنسي هو إنتاج فرض أو نبات جديد عن طريق أي جزء خلاف البزور اللاجنة حقيقية يعني ممكن أستخدم ورقة للإكثار أو ممكن أستخدم ورقة للإكثار ممكن أستخدم برعم أو ممكن أستخدم برعم ممكن أستخدم ساق وممكن أستخدم جزء بتصل في حالة التكاثر عن طريق زراعة الأنسجة إن أنا ممكن أخذ جزء من نسيج نباتي وبس تخدمه للإكثار ودي في التكنولوجيا الزراع الحديثة بزراعة الأنسجة وعندي في مجموعة من النباتات مشهورة جدا ويعتبر الإنتاج التجاري معايا فيها نبات الفراولة ونبات الموز وعندي أيضا نبات نخيل البلح بيعتبر الثلاث أصناف دولة أو الثلاث أنواع نباتية من نباتات الحاصلات البستانية أشهر النباتات اللي بتم استخدام تكنولوجيا زراعة الأنسجة فيها كأحد طرق التكاثر الخضري وطريقة مهمة جدا بتديني عدد كبير جدا من النباتات وبجودة عالية اللي هما نبات نخيل البلح ونبات الفراولة ونبات الموز يبقى بصفة عامة حبايبي طرق التكاثر الخضري أنا بستخدم من النبات أي جزء معادة البزرة اللي الجنين بتاحها جنين إيه؟ جنين حقيقي ناتج من عملية التلقيح والإخصار نشوف مع بعض بقى طرق التكاثر الخضري المتعددة ونشوف بالبداية ليه أنا بستخدم التكاثر الخضري؟ أول ميزة عندي من التكاثر الخضري إن النبات اللي بينتج بيكون مطابق لصفات الأباء يعني لو حضرتك عندك شجرة موالح بتتميز إن الصفات بتاعتها الصفات جيدة لو أنا أخدت منها برعم وعملت بيه تطعيم فبيطلع عندي نبات بنفس الصفات اللي موجودة لو عندي نبات مثلاً وليكن زي نبات الجوافة بيتميز إن اللوب بتاعها مثلاً وليكن بلون معين أو الصمار بتاعت نسبة البزر اللي فيها قليلة ودي صفة مرغوبة في نبات الجوافة فلانا أخدت فعلاً فرق أو أخدت سرطان من سرطانات نبات الجوافة دوت وزرعته حيديني نفس الصفات الأم متطبقة يعني إحنا لو رجعنا للحلقة اللي فاتت وحنا بنتكلم على طريقة التكاثر الجنسي قلت بتستخدم لإنتاج أصناف جديدة يعني الصنف اللي بيطلع من التكاثر الجنسي صفاته بتكون مختلفة عن صفات الأباء أما في حالة التكاثر الخضري عندي هنا أن صفات الأبناء أو الأفراد الناتجة من التكاثر الخضري بتكون مطابقة لصفات نبات الأم الحاجة التانية والميزة التانية اكسار النباتات التي يزعب تكاثرها بالبزر هنا في حد حسأل سؤال وإحنا نجاوب عليه مع بعض إحنا بناكل نبات البطاطا هل شفت بزر لنبات البطاطا؟ طب هل شفت حضرتك بزر لنبات البطاطس؟ طب إحنا شفنا بزر لنبات البرتوانة بصرة؟ طب هل إحنا شفنا بزر لنبات اللي عينا بالبناتي؟ طب هل أنا شفت بزر لنبات الموز؟ هذه النباتات اللي أنا عدتها قدام حضراتك ودي مجموعة من نباتات لحاصلات البستانية في الصورة الطبيعية بتاعتها إحنا ما بيشوفش لها بزر فأنا محتاج أعمل لهذه النباتات تكاثر يبقى ما ينفعش عندي تكاثر إيه؟ جنسي لابد إننا هنا عندي شرط إننا ألجأ للنظرية التكاثر الجنسي أو التكاثر الخضري يبقى أول ميزة إكسار النباتات أو إنتاج نباتات مطابقة لنبات الأم الحاجة التانية إكسار النباتات التي يصعب الحصول منها على البزر الحاجة التالتة والميزة التالتة من مميزات التكاثر الجنسي قلة التكاليف كل اللي أنا هحتاجه أنا حيقض جزء من أجزاء النبات اللي موجودة عندي وأعمل لها تجزاء وبعدين أعمل لها زراعة وبالتالي إيه؟ العملية بالنسبة لي بتكون التكلفة بتاعتها قليلا يبقى من ضمن المميزات قلنا إنتاج نباتات مطابقة للأباء إنتاج نباتات يصعب تكاثرها بالبزرة وأيضا عندي قلة التكاليف في عندي أيضا مجموعة من مميزات التكاثر الجنسي إنتاج شتلات كبيرة الحجم وأشجار مثمرة في وقت قصير إيه الكلام ده نعرفه منين؟ بصوا معايا هنا ميزة مهمة جدا إن النباتات التي تنتج من التكاثر الخضري بتتميز إن الأشجار بتاعتها كبيرة الحجم وبيستمر موسم الإنتاج بتاعها فترة أطول كنا هناك برضو عشان نربط المعلومات ببعضها لما كنا بنتكلم على التكاثر البزري أو التكاثر الجنسي قلت إن الشجرة بتديني محصول مبكر يعني هي لو عمرها الإنتاجي بيبدأ مثلا من الموسم الثالث أو الموسم الرابع فبلاقي لو أنا عامل شجرة إنتاجها أو نتيجة التكاثر الخضري هيبدأ نموها أو إنتاجها الثامري من الموسم الخامس أو السادس يعني بتتأخر في الإنتاج ولكن فترة عمرها الإنتاجي أو موسم الفترة الإنتاجية بتاعتها بيكون فترة إيه؟ فترة أطول الميزة اللي بعد كده التغلم على العوامل البيئية الغير ملأمة لكي تنتج أو لكي البزرة اللي عندي أزرعها لابد إن البزرة دي يتلها اشتراطات معينة في درجة حرارة ونسبة رطوبة وعشان تكاية تنبت أما هنا الإنتاج الخضري بيديني هنا مدى واسع أو بيكون عندي فيه براح في استخدامه فبيديني هنا إمكانية للتغلب على العوامل البيئية الغير ملأمة في حاجة أيضا التغلب على بعض الأمراض والددان الثعبانية ليه الكلام ده؟ عندي من ضمن طرق التكاثر الخضري طريقة هنقول عليها اسمها طريقة التطعيم يبقى أنا هنا حذر عندي نبات أصل في الأرض ده حيكون مقاوم للإصابة بالددان الثعبانية وبعض الأمراض وأطعم عليه نبات تاني كان في الطبيعة له وإن أزلعته وحيتأثر بهذه المشكلة يبقى أنا حطيت هنا جزء في الأرض اللي هو الجزء النباتي اللي بيتأثر بيقاوم الإصابة بالددان الثعبانية والأمراض وركبت عليه طعم أو نبات التطعيم فيه الصفات مرغوبة ولكن كان عنده مشكلة إنه لا يستطيع التغلب على مشكلة الإصابة بالددان الثعبانية أو بعض الأمراض يبقى أيضا من ضمن مميزات التكاثر الخضري أنه بيمكنني من التغلب على الإصابة بالأمراض والأفات والإصابة بالددان الثعباني عندي أيضا من ضمن طرق التكاثر الخضري طريقة تسمى طريقة العقل عقلة معناها إيه؟ بصوا معاي يا حبيبي هنا عقلة أنا حاخد جزء من النمو الخضري للنبات وده بيختلف مكانها وصفاتها يعني إحنا لما نجي بعد فترة صغيرة كده حنشوف أن العقلة عندي مجموعة من الأنواع يبقى لو جينا نبص التعريف العقلة هي جزء من النبات العقلة هي جزء من النبات لو أخدتها من الورقة تسمى عقلة ورقي لو أخدتها من الصاق حتسمى عقلة صاقي لو أخدتها من الجزء حتسمى عقلة جزرية يبقى هنا العقلة جزء من النبات ويسمى باسم الجزء اللي أنا أخده منه يبقى هنا لو أخدت العقلة من الصاق اسمها إيه؟ عقلة صاقي لو أخدت العقلة من الورقة اسمها عقلة ورقي لو أخدت العقلة من الجزء فتسمى عقلة جزرية يبقى تعريف العقلة زي ما احنا شايفينه مع بعض كده العقلة هي جزء من النبات وتسمى تبعا للجزء الذي تأخذ منه للحصول على نباتات جيدة كاملة يعني حد يسألني يقول له مستر هو إحنا لما نيجي نزرع العقلة حيطلع للنبات كامل؟ آه حيطلع للنبات كامل له جزر وصاق وورق أو يديني محصول طيب طرق التكاثر الجنسي لما نيجي نتكلم بقى على أنواع العقل بصوا معايا كده عندي أربع أنواع أساسية من العقل لو أنا أخذتها من الساق فهي تسمى عقلة ساقية وأيضا دي لها تصنيف جواها يعني لما نيجي نتكلم علىها بالشيء من التفصيل حنعرف أن هي لها أنواع وعندي عقلة لو أخذتها من الورق اسمها عقلة ورقية ولو أخذتها من برعم فتسمى عقلة برعمية وهي عبارة تحتوي على برعم واحد فقط وعندي أيضا العقلة الجزرية اللي أنا بأخذها من الجزر يبقى هنا عندي العقلة اللي عندي جزء من النبات وبيسمى على حسب الجزء اللي بيستخدمه ممكن أخذ عقلة عبارة عن ساق نباتية والساق دي إما أن تكون ساق غضة يعني ساق موجودة لموسم اليوم وساق بتكون موجودة في الموسم سابق يعني بتسمى العقل الخشبية وممكن أيضا بتصل إننا أخذ أخذ برعم واحد من النبات عقلة عبارة عن برعم واحد فقط يبقى هنا العقلة لو أخذتها من ورقة تسمى عقلة ورقية تب هنا في سؤال مهم جدا أنا لما أقول هل كل النباتات ممكن إننا أخذ منها عقلة برعمية لا مش كل النباتات بيأخذ منها عقلة برعمية في بعض النباتات بتصلح لإنتاج العقلة البرعمية وبعضها لا لما أجأ أقول أنا أخذ عقلة جزرية هل كل النباتات بتصلح إننا لو أخذت الجزء أخذ منه أجزاء نباتية وزرعها ويديني نبات أقول لك لحضرك لا في بعض النباتات تصلح لإنتاج العقلة الجزرية والبعض الآخر لا لما أقول إننا ممكن أخذ ورقة نبات وأزرعها لو أنا أخذت ورقة من الأوراق اللي حضرك بتشوفها لورقة نبات وازرحة هل كل النباتات بتصلح ان هي يخرج عليها مجموعة جزر ومجموعة خضري وبالتالي تصلح لطريقة التكاثر لا في انواع محددة بتصلح للاكسار بالاوراق هل كل يبقى ازن هنا كل كل نبات نوع معين بيصلح للاكسار لو جينا بقى نشوف مميزات الاكسار بالعقلة اول حاجة العقلة سهل الحصول عليها اي حد ممكن يجيبها عند النبات في ساق باخد منها حتة نباتية وازرح الحاجة التانية قلة التكاليف انا مش محتاج الا اداة قطع انا بستخدمها لاجراء عمليات القطع اللي هي المقص العقلة وعند الحصول على العلد كبير جدا من النباتات في وقت قليل يبقى من ضمن مميزات العقل مميزات العقل عندي قلة التكاليف الصرعة في الاجراء الحصول على نباتات في وقت قليل طيب نيجي نشوف بقى اول حاجة العقل الساقية بصوا معايا اول نوع من العقل الساقية تسمى العقل الغضة عقلة غضة معناها ايه عقلة غضة معناها ان هي تأخذ من موسم النمو الحالي يعني الفرع اللي انا هاخده فرع نمو العام الحالي وموجود عليه الاوراق بتاعتي يبقى العقل الغضة العقل السقية الغضة تأخذ من نموات العام الحالي طولها من 10 الى 15 سنتي عليها من 3 الى 5 براعم طب لما اقول ان طولها من 10 الى 15 سنتي وعدد البراعم اللي عليها من 3 الى 5 براعم بيتختلف عدد البراعم حسب طول السلميات اللي موجودة وحسب المنطقة اللي انا باخد منها الفرع طب هنا نبص لان اشهر نباتات بتتكاثر عن طريق العقل السقية الغضة نبات الجرونية ونبات الارولة نبص مع بعض كده تعريفها تاني العقل الطرفية الغضة تأخذ من اطراف الافرع بيكون طولها من 10 الى 15 سنتي وبيتم تهزيب جزء من الاوراق اللي موجودة عليها وبيتم استخدامها في نبات اشهر النباتات اللي عندي نبات الارولة ونبات الجرونية دي ات العقل الطرفية الغضة يبقى نقول تاني يا حبايب اول نوع من انواع الغقل اننا ممكن اخذ عقلة من طرف النبات خالص من القمة النمية باخد مسافة طولها حوالي من 10 الى 15 سنتي بزيل معظم الاوراق اللي عليها بهزي بالاوراق بخففها ويفضل استخدام هرمون تجزيل لسهولة الحصول عليها وايضا بيتم زراعة هذه العقل داخل صوبات انتاج الشتلات لان هنا المنطقة ديت من سريعة النمو ولكن جزء ما بتتحملش العوامل البيئة الغير ملأمة فيفضل زراعتها داخل الصوبات يبقى اول نوع من انواع العقل العقل الطرفية او العقل الغض النوع التاني نبص كده مع بعض للصورة اللي قدامنا ودي بتبين لي شكل من الاشكال اللي بتاعت العقل الطرفية الغضة اننا بقى اخذ عقلة طولها حوالي 10 الى 15 سنتي زي ما احنا شايفين وبيتم تهزيب جزء من الاوراق بصوا كده دي العقلة اول ما انا اخدتها الصورة اللي على اليمين دي ادي فيها جميع الاوراق بتاعتها كاملة انا بعد ما ااخد هذه العقلة بيتم ازالة كل الاوراق القاعدية انا مش محتاجها وبيتم ازالة جزء من الاوراق العلوية يعني الوراق نفسها بيتقطع منها جزء وبيتم زراعتها داخل القصص او في صواني انتاج الشتلات وبيراعة اما ان تغطيتها باكياس من البلاستيك اللي حبيتها من العوامل البيئية او يفضل انتاجها داخل صوبات انتاج الشتلات دي اول نوع من انواع العقل اللي موجودة عند العقلة التانية اسمها العقل الساقية نصف النضجة او نصف الخشبية العقلة الساقية النصف خشبية او نصف نضجة دي تؤخذ من نموات العامل حالي ومن فرع واسطي وبيكون الخشب بتاعها غير متصلب وبيتم الحصول عليها في نهاية فصل الشتل اشهر النباتات اللي بستخدمها عندي نبات الزيتون ونبات اليسمين يبقى نقول تاني عندي اول نوع من العقل اسمها العقل الطرفية اللي بتؤخذ من اطراف النباتات يبقى اسمها العقل الطرفية او العقل الغد النوع التاني العقل نصف الخشبية او العقل نصف الغد هي بتبقى وسط لا هي غضة ولا هي خشبية بتأخذ من نموات العام الحالي طولها بتبقى تقريبا من 15 الى 25 سنط وتأخذ من أفرع من نموات العام الحالي وتأخذ في فصل الشتاء يعني النبات اللي عندي بيكون محتفظ بالأوراق بتاعي نشوف النوع التاني من الصورة كده بتبين لي نوع من أشكال العقل أثناء التجهيز أو بعد تجهيزها بتم ربط العقل مع بعض في حزم ده في المكان التجهيز لحين دخولها داخل الصوبة لإجراء عمليات الزرع طيب نشوف مع بعض شكل الفرع اللي أنا بأخذ من العقل الفرع ده بيكون فرع مستقيم زي ما احنا شايفين خالي من الفروع الجانبية بيتم إزالة معظم بيشيل كل الأوراق اللي عليه ودايما وانا شغال في أثناء إجراء عمليات العقل إذا تم فصل الفرع نلاحظ هنا أن أنا بحتفظ به بجزء من الأوراق في قمة الفرع عشان تبين لي اتجاه القمة وده حنقول بعد شوية ليه عشان وانا شغال في العقلة أبين دايما اتجاه القمة من اتجاه القاعدة نشوف مع بعض العقل النوع التاني من العقل العقل الساقية الناضجة أو المتخشبة عندي نوع من العقل اسمها العقل الناضجة أو العقل المتخشبة العقل الناضجة أو المتخشبة بتتميز بحاجة أن هي الساق بتاعتي بتكون من نموات عام سابق يعني مر عليها عام كامل يعني فصل الشتة تم وسقطت الأوراق يعني فرع كان من نمو العام الحالي ومر عليه عام كامل ولف لحد ما جاء العام اللي بعدين في معظمها بتكون غالبا في النباتات متساقطة الأوراق يبقى العقل الخشبية الناضجة بتؤخذ من نموات العام السابق وأيضا طولها بيكون من 15 ل 25 سنتي وبيتم أخذها من خشب أو من نموات العام السابق بيكون الفرع بتاعي فرع ناضج تام من نمو مر عليه قد إيه مر عليه سنة وبعد كده التعريف بتاعها بنقول العقل الساقية الناضجة تأخذ من سوق قوية خشبها ناضج ومن أفرع عمرها قد إيه قلنا أفرع عمرها سنة أو أكثر وأفضل قطر ليها بيكون قطرها تقريبا حوالي من 1 إلى 2 سنتي ووضحنا أن طولها قد إيه من 15 ل 25 سنتي طيب وتحتوى على كام الكلام ده كله بحيث أنه لما حضرتك تيجي تنفذ المهارة في التنفيذ المهارة للعقل أنا لما أقول لك أعمل عقلة طرفية تبقى أنت عارف أن العقلة طرفية أخذها من نبات اللي عندي لو عندي نبات جرونيا يفضل أن أنا أخذ منها عقلة طرفية أو نبات زي نبات الأرون لو عندي عقل ساقية نصف غضة أو نصف جافة أو نصف خشبية لو عندك نبات زي نبات الزيتون ونبات زي نبات اليسمين لو عندي نبات زي نبات التوت ونبات زي نبات العنب ونبات زي نبات الجهنمية يفضل عمل العقل تسمى العقل الخشبي يبقى أنا هنا بربط مبين النباتي اللي موجود عندي بحيث أنه لما أجي أنفز المهارة واتدرب على المهارة في المدرسة أكون عارف النباتي اللي هشتغل عليه إيه نوعية العقل المناسبة اللي أنا أخدها من طيب خلينا نشوف مع بعض العقل بعد ما أجمحها إيه اللي بيحصل بعد ما بيجيب العقل بيتم تخزين العقل لو أنا خدتها في بداية موسم التقليم وكمان بيتم تخزينها إزاي بيتم ربطها في حزم كل حزمة بيكون فيها حوالي من خمسين إلى مئة عقلة وبيتكون دايما بيكون ربطها في اتجاه واحد عشان أنه يكون عارف اتجاه البرعم الطرف في فين وبيتم تخزين هذه العقل مقلوبة في حفر تم إعدادها وتغطيتها بالرمل المناد وتفضل لحد ما يتكون عليها نسيج يسمى نسيج الكلس يبقى هنا العقل الخشبية بعد ما جهزها أنا بربطها في حزم كل حزمة بتحتوي على خمسين إلى مئة عقلة وبراعي أن كل العقل كلها تكون في اتجاه واحد القمة في الأعلى والقاعدة إلى أسفل وربطها وأنا بخزينها بيتم حفر جور أو خنادق بيكون الخنادق دي يتعنقها قليل بيتم وضع العقل مقلوبة يعني القمة بتاعتها إلى أعلى والقاعدة إلى القمة الأسفل والقاعدة إلى أعلى ويتم تغطيتها بطبقة من الرمل المنادة وتظل بها حتى معاد زراعتها في الأكياس أو في أحواض الزرع طيب خلينا نشوف مع بعض خطوات المهارة العملية إيه اللي هتتم عندي عشان أنا لما جا تقيم أكون أنا فاهم إيه اللي هيتم عليه أنا لما جا نفذ طريقة التكاثر بالعقل السقية أول حاجة بيتم ارتداء مهمات الصحة والسلامة المهنية بعد كده بيتم اختيار وتجهيز الأدوات المناسبة طبقا للتعليمات الحاجة اللي بعد كده من خطوة التالتة بيتم اختيار الفرع المناسب لأخذ العقلة بعد كده بيزاي بيستخدم المقص وبعدين بنفذ طريقة عمل العقلة وبعد كده بيتم تخزين الأدوات بعد الإجراء يبقى أنا هنا عندي المهارة العملية لتنفيذ العقلة السقية بيتم تقييم حضرتك عليها في خلال كم خطوة في خلال ست خطوات أول خطوة اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية نشوف مع بعض إحنا قلنا أنا لو حشتغل في مجال الحاصلات البستانية أو في أي مهارة من المهارات العملية أنا يهمني إن أنا أحافظ على نفسي فلو إحنا هننفذ مهارة تنفيذ العقل النصف غضة أو النصف خشبية أو العقل الخشبية فأنا هنا عايز أشوف إيه هي الأدوات اللي أنا هستخدمها وما هي مهمات الصحة والسلامة المهنية اللي أنا هستخدمها نبص مع بعض أنا هنا عندي الأداة اللي أنا هستخدمها الأداة اللي أنا هستخدمها أنا هستخدم عندي هنا مقص العقلة أنا هستخدم مقص العقلة معايا ده الصورة بتاعته طب أنا لما أجا استخدم آلة فيها جزء حاد اللي هو السلاح القاطع دوت أنا هنا عندي لازم أعمل حماية إيدي بتم حماية الإيدي باستخدام إيه؟ باستخدام الجوانتي وإيه ده بيكون من نوعية خاصة بحيث إن أنا ألبسه قبل ما ببدأ استخدام المقص المقص عندي مقفول بيتم يبقى إحنا قلنا أنا هستخدم أدوات وحجيب الأداة اللي أنا هستخدمها يبقى أنا لما أروح المخزن بتاع المشتة اللي عندي وعايز أطلع أنا هستخدم إيه؟ أنا هعمل عقل ساقي طالما عايز أعمل العقل الساقية أو العقل الخشبية أنا هجيب من المخزن الجوانتي بتاعي وحجيب مقص العقلة اللي أنا هستخدمه وكمان هعمل إيه؟ لو عندي واقع قدم هجيب واقع القدم واستخدمه وكمان هيبقى عندي البوت او الواقع طيب المقص دوت انا استخدمه ازاي بصوا معاي المقص في الوقت على الطبيعي بيكون له افل باختلاف مكانه طيب انا عايز استخدمه امسك المقص بايد اليمين او بايد الشمال دي ما فيهاش قضية على حسب حضرتك بتستخدمه بس المهمة عندي لما نيجي نفتح المقص كده هبص عندي هنا في حاجة مهمة جدا المقص عندي له سلاحين السلاح دوت هو ده يعتبر السلاح القاطع والتاني هو السلاح طيب لما اجي امسكه دايما بيكون مسكة المقص بيكون السلاح القاطع عندي الى اعلى يعني دايما بيكون السلاح القاطع الى اعلى سواء هتستخدمه بايدك اليمين او بايدك الشمال يبقى ده معيار مهم جدا من المعيير ان انا همسك الاداة بالطريقة الصحيحة الحاجة التانية انا قلت بعد ما امسك المقص بالطريقة الصحيحة سواء في ايدي اليمين او ايدي الشمال السلاح القاطع نأكد مرة تانية السلاح القاطع يكون فين؟ السلاح القاطع يكون لأعلى طيب لو أنا خلصت استخدام المقص يجب أن أنا أأمنه يعني أقفله قبل ما سيبه من يدي بحيث أنه هو ممكن يقع أو يكون حد جنبي فلازم أنا في حالة العمل فتحه في حالة ما أنا خلصت الشغل بيتم أفله طيب أنا بعد ما بخلص الشغل المقص ده نتيجة عملية القطع حصل فيه إيه؟ نتيجة عملية القطع ده وقت فيه أجزاء من الأجزاء النباتية جات عليه يجب علي أن أنا زي ما خدنا في المهارة الأولى في استخدام المقصات أو أدوات المشاتل بيتم إزالة بقايا النباتات اللي عليها وبيتم سن الأسلحة بتاعتها إذا كانت تم أو وصلت لاستخدامها بفترة طويلة فأصبح السلاح القاطع غير فعال فبيتم سنها وبيتم تنظفها وتخزينها مرة إيه؟ مرة تانية نبص مع بعض تاني لجدول المهارة اللي معروض معنا على الشاشة عشان نشوف إيه هي الخطوات يبقى أول حاجة أن حضرتك لما تكتنفذ ترتدي ترتدي مهمات مرتدي مهمات السلامة والصحة المهنية طبقا للإرشادات الحاجة اللي بعد كده بيتم اختيار الأدوات أنا هستخدم أدوات إيه؟ أنا لما بعمل العقل أنا هستخدم عندي مقص العقلة وبمكن أستخدم عندي الخيط اللي هيتم بيه ربط العقل لو عندي هرمون تجزير هستخدمه وحيجيب هرمون التجزير يبقى أنا هجيب إيه الأدوات اللي هستخدمها يبقى من ضمن المعايير أنه نجيب كل الأدوات اللي هيتم استخدامها الحاجة اللي بعد كده شوف العقلة اللي حضرتك هتطلب منك في تنفيذ المهارة العملية هل حينطلب منك تنفيذ مهارة عمل عقلة غضة يبقى أنت هنا هتعمل عقلة غضة لو حيطلب من حضرتك التنفيذ عقلة وسطية العقلة النصف غضة أو النصف خشبية يبقى نجيب الفرع اللي تنطبق عليه المعايير اللي هو فرع العام الحالي طيب لو قلنا أن أنا هعمل عقلة خشبية هاختار الفرع اللي موجود من نموات العامل السابق يبقى هنا في جزء الجدرات المهنية احنا بنعرف مجموعة المعارف عشان لما اجا طبق المهارة العملية يكون عارف ما هي أهم الخطوات اللي حيتم تقييمي على أساسها يبقى أول مهارة من مهارات اللي هنتعلمها وهنتضرب عليها وهنتقيم عليها وإن شاء الله هنجتازها ومن المرة الأولى مهارة عمل العقل السقي يبقى أول مهارة يا حبيبي هنتعلمها مع بعض وإحنا شفناها إزاي نعمل العقل السقي طيب أعيزة أعرف العقلة دية بيتم عملها إزاي ونشوف مع بعض شرح إزاي بيتم عمل العقلة السقي بصوا معي في الشرح البسيط دوت هنا صورة بتبين إزاي بيتم عمل العقلة السقية إحنا خدنا فرع بالطول المناسب فرع مستقيم عليه مجموعة من البراعم أنا بمسك المقص بالطريقة السليمة بلاحظ هنا وأنا بحدد أو وأنا بعمل العقلة بيتم قطع العقلة أسفل برع مباشرة ويكون قطع أفقي بشوف الطول المناسب وبيتم قطع العقلة عندي بالقطع اللي فوق بيكون قطع مائل يبقى القطع السفلي بيكون قطع أفقي أما القطع العلوي بيكون قطع مائل القطع السفلي بيكون أسفل برع مباشرة والقطع العلوي بيكون أعلى برع بحوالي سنتي أو سنتي ونص لما نيجي ننفس العقلة اللي بعدها أنا عندي كان مكان العقلة اللي قبل كده كان القطع مائل فأنا بعمل له عملية اللي إيه؟ التسوية بعد كده أيضا بيتم تجهيز العقلة التانية بيكون القطع السفلي أفقي والقطع العلوي ماء ويبدأ العقلة اللي بعدها بيتم اختيار عرض البراعم المناسب قولنا حيكون عليها قد ايه من 3 الى 5 براعم ايضا بيتم ازالة الجزء القاعدي بيكون أفقي والجزء العلوي بيكون جزء ماء بعد كده انا بجمع كل العقلة مع بعضها بتكون كل القواعد في اتجاه واحد وكل القمم في اتجاه واحد بحيث ان انا لما اجي ازرع العقلة بيتم زراعتها كول لها في وضع مناسب او في الاتجاه الصحيح لسهولة الانبات يبقى هنا لو انا زرعت العقلة مقلوبة العقلة بتاعتي لو اتزرعت مقلوبة مش هتديني هتديني نموه خضري ولكن لا تنتج ازهار ولا سمار يبقى هنا اراعي وانا بعمل العقلة بيكون عندي طيب انا هخدت العقلة وجهزتها لما اجي ازرعها هعمل ايه بيتم زراعة العقلة في وسط سواء كنت هزرعها في ارض المشتل بالصورة مباشرة او لو انا هزرعها في قصص او صواني الزراعة على حسب نوع العقلة المطلوبة يبا احنا هنا شفنا مع بعض ازاي ننفذ المهارة العملية انا بجيب الادوات بتاعتي وبشوف نوع العقلة اللي مطلوبة مني هل انا مطلوب مني عمل عقلة طرفية فالعقلة الطرفية قلنا طولها كام عقلة طرفية طولها بيكون من 10 الى 15 سنتي طب انا بعد ما بجيب العقلة دي من النبات وطبعا الجزء ده بيكون الجزء غض بيتم فيها استخدام المطوى وممكن ايضا استخدام المقص فيها كآلة من الالات المستخدامة عمل العقل بعد كده بزيل الاوراق القاعدية وبهز بالاوراق في القمة بتاعة النبات يبقى دي اول جزء معانا كانت العقل اللي هي العقل الساقية او العقل الخشبية نشوف ما بعض شكل العقلة كده في ارض المشتل بعد زراعة انا هنا زارع مجموعة من العقل في بيئة البتمس في ارض المشتل وده عقل لنبات الزيتون الصورة اللي بعد كده بتبقى لي مجموعة من العقل داخل الاكياس داخل صوبات انتاج الشتلات وكمان عندي في عقل هنا مزروعة دي عقل طرفية ومزروعة داخل صواني انتاج الشتلات زي ما احنا قضي احنا مع بعض اننا لو انا بستخدم العقل الطرفية العقل الطرفية تؤكز من افرع طرفية نموات حديثة نموات غضة بيكون المنطقة دي النسيج بتاعها سريع الانقسام ولكن يعب عليها ان الجزء النباتي بتاعها لسه غض وطري لم يتم فيه تكوين الخشب بشكل جيد فانا هنا لما اجا زراعها بيتم زراعتها ويفضل زراعتها داخل صواني انتاج الشتلات وبيتم ايضا انتاجها داخل نظام الزراعة داخل الصوبات انتاج الشتلات وبيتم استخدام النظام الري بيسمى الري الضبابي او الري اندر مست طيب نشوف مع بعض شكل كده شتلة بعد خروجها وبعد النمو المجموعة الجزري بصوا معايا كده حبيبي دي الشتلات كان تم عقل طرفية تم زراعتها داخل اقراص جيفي وفعلا بدأت تكون مجموعة جزري واصبحت هذه الشتلات قابلة اننا بعد كده اعمل لها عملية تدوير اننا نقلها في قصص اكبر شوية لحين معايا زراعتها في الاراضي المستديمة نشوف مع بعض العقل النوع التاني من العقل عندي نوع من العقل تسمى العقل الجزري عقل الجزري احنا قلنا ان العقل جزء من النبات وبيسمى باسم الجزء المستخدم منه واخدنا اول نوع العقل السقية بمختلف انواع حتى تلاتة سواء كانت غضة او نصف خشبية او العقل الخشبية النوع التاني من العقل تسمى العقل الجزري وهي من اسمها هاخدها منين اخد العقل الجزرية منين فعلا بتأخذ من جزور النباتات حد هنا يسألني وقولي تاني هل كل النباتات بتصلح ان انا ااخد منها عقل جزرية وازرحة وتدييني نباتات لا في بعض انواع النباتات تصلح ليه نشوف مع بعض تعريف العقل الجزرية بقول ان العقل الجزرية ديت يتم تجهزها من الجزور الحقيقي يعني باخدها من جزر نبات فعلا لاي نبات بينتج سرطانات مثل مين عندي نوعين من النباتات مشهورين جدا لانتاج العقل الجزرية نبات البلمباجو ونبات الاكنتس يبقى هنا افضل او النباتين المشهورين جدا ان انا ممكن استخدم لهم عقل جزرية نبات البلمباجو وهو نوع من انواع اليسمين ونبات الاكنتس طب سمكها قد ايه بيكون سمك العقل دي تقريبا حوالي 3 ملي وطولها من 5 الى 10 سنط نقول مع بعض مرة تانية حبيب عقل جزرية اخدها منين اخدها من النباتات التي تصلح لعمل العقل الجزرية ايه هي النباتات التي تصلح لعمل العقل الجزرية عندي النوعين المشهورين عندي نبات اليسمين البلمباجو وعندي نبات الاكنتس والاتنين من نباتات الزين قلنا سمكها قد ايه سمك العقل الجزرية بيكون حوالي 3 ملي وطولها من 5 الى 10 سنط تب اخد العقل دي امتى بيتم عمل هذه العقل في فصل الخريف والشتاء وممكن اخذينها في فصل الربيع حتى يأتي الربيع وفي طبقة من البتموس يبقى هنا نراجع مرة تانية يبقى كل نوع من انواع النباتات له طريقة مفضلة من طرق التكاثر يعني لو قلت لحضرتك نفذ لي مهارة عمل العقل الجزرية والنبات اللي عندك ما كانش نبات بلمباجو او نبات اكنتس يبقى تقول لي يا مستر النبات دا اللي عندي لا يصلح لانتاج هذا النوع من العقل ودي ايضا من ضمن الحاجات احنا قلنا بنختار الجزء النباتي المناسب وبنختار طريقة عمل العقل المناسبة يبقى انا فاهم انا فاهم اننا النبات دا مش كل طرق التكاثر تصلح لكل الايه لكل النباتات يبقى نركز معاي واحنا بنتدرب حنا نتدرب على نبات البلمباجو ونبات الاكنتس كاحد النباتات او اشهر النباتات اللي بتم اكسارها عن طريق العقل الجزرية نقول تاني مرة تانية العقل الجزرية بكون سمكها من 3 ل 5 ملي طولها من 5 ل 10 سنتي باخذها في الخريف والشتاء وممكن اخذنها داخل طبقات من البتموس حتى يأتي فصل الربيع نشوف مع بعض كده النوع التاني من العقل عندي نوع اسمه العقل الورقية سامح حد من طلابنا الشطار بيقول يا مستر طب العقل الورقية انا كل نبات عندي نبات موز اخذ ورقة نبات الموز وازرح هيطلع لنبات موز عند نبات برطقان اخذ ورقة وازرحها هيطلع لنبات برطقان عند نبات ياسمين اخذ ورقة نبات ياسمين وازرعها هيطلع لنبات ياسمين عند نبات بطاطس هاخذ الورقة بتاعت نبات البطاطس وازرعها هتديني نبات بطاطس هقول له هنا نقف مش كل النبعيات النباتية لديها المقدرة إن النسيج بتاع الورقة يبقى عنده المقدرة اللي يتحور ويديني نموه جزري ونموه خضري فهنا حنشوف النباتات التي تصلح لعمل العقل الورقية وتعريف العقل الورقية عقلة ورقية معناها عقلة أنا بخدها من ورقة يعني بجيب ورقة النبات وبتم قطعها قطع أفقي وبتحتوي العقل الورقية على جزء من العقل الوسطي نشوفها كده مع بعض تعريفها بنقول تزرع بعض الأنواع بالورقة بأكملها يعني ممكن أخذ الورقة كلها وزرعها أو إن أنا ممكن أقطع جزء من الورقة وكل جزء يحتوي على جزء من العرق الوسطي وعندي ثلاث نباتات مشهورين جدا نبات الببرومية ونبات البروفيليم ونبات البيجونية يبقى هنا النباتات اللي حنتضرب عليها لعمل العقلة الورقية في مدارسنا وحيتم تقييمنا في هذه المهارة نبات الببرومية ونبات البروفيليم ونبات البيجونية وخاصة نوع يسمى البيجونية ريكس يبقى هنا برضو نأكد على معلومة حبيبي وإحنا شغالين إحنا في مجال إحنا بنتضرب على مهارات حتخليك تصل لدرجة من الكفاءة إن شاء الله وبتكون عندك حرفية في العمل فلازم أكون عارف إيه النبات اللي بشتغل عليه شكله إيه طريق التكاثر إيه إيه أفضل طرق التكاثر تب حد يقول لي تب هل النبات اللي بيتكاثر بالعقلة الورقية ما ينفعش عمله النوع تاني من النوع التكاثر لا ده النبات دي ممكن يتكاثر بأكتر من طريقة ولكن هذه الطريقة مميزة يعني هذا النبات يمكن إكساره بهذه الطريقة ولكن مفيش طريقة واحدة لإكسار نبات لا أنا ممكن أستخدم طرق مختلفة لإنتاج النباتات يبقى نركز مع بعضها مرة تانية عندي تلات النباتات اللي بيتم إكسارهم بالعقلة البرومية اللي يصلح إنتاج البعقلة البرومية منهم نبات البيجونية أو خاصة نوع البيجونية ريكس نبات البروفيليم ونبات البيبرومية طيب عايزين نشوف شكل كده العقلة الورقية ديت بزرحها فين بيتم زراعة ده من ضمن برضو اشتراطات اللي عندي لما جنفز هذه المهارة إن بيتم زراعة العقلة الورقية في بيئة من الرمل النقي وبتكون مغسولة يبقى بيتم زراعة العقلة الورقية في بيئة من الرمل النقي وتكون مغسولة للتخلص من الأملاح وتكون الأوراق اللي عندي أوراق سليمة كاملة النمو وبيتم طب انا هنا وانا بجاهز العقلة الورقية اعمل فيها ايه انا دخلت المشتل وبجيب مجموعة الاوراق اللي عندي او داخل الصوبة بجاهز الاوراق بيفضل ان انا اول ما اطع الوراق بيتم اطع الوراق وغمرها في ماء وباخدها معايا في المياه ديت لحد ما بيتم تجهزها وزراعتها يبقى في العقلة الورقية بيتم زراعتها فين في رمل بيئة من الرمل النقي لما جينا اتكلمنا على بيئات الزراعة قلت بيئات الزراعة اشكال وانواع مختلفة نفكر بعض بيها مرة تانية قلنا ان انا ممكن ازرعها في رمل ممكن ازرعها في طامية ممكن ازرعها في بيتموس ممكن ازرع في فير ميوك لايت ممكن ازرع في بير لايت ممكن ازرع في بيئة اقراص جيفي ممكن ازرع في مخلوق من البيئات بنسب مختلفة الكلام ده زي ما احنا وضحناها في مهارة تجهيز البيئات ولكن هنا البيئة اللي عندي عشان ازرع فيها عقلة ورقية لما اجي جهز البيئة المناسبة لزراعة العقلة الورقية بتكون بيئة من الرمل ويكون الرمل اللي عندي مغزول ويخالي من الأملاح نشوف مع بعض كده شكل العقلة الورقية بتكون ازاي عندي نبات هنا وانا بعد ما جهزت العقلة الورقية بتعتي بص معية هنا قاد العقلة مزروعة في البيئة بتعتي هنا وعندي في الصورة اللي موجودة على الشمال اللي هي فوق كف الإيد دي دي العقلة الورقية أو الورقة بتاعت النبات بعد ما خرج عليها مجموعة جزري في منطقة عنق الورقة يبقى هنا أنا جبت الورقة بتاعتي وتم زراعتها في الوسط المناسب للزراعة وبعد كده بيتم عليها خروج الجزور وبالتالي أصبح بعد كده النباتة عندي هيطلع عليه براعم ويستمر في النمو يديني النبات جديد من ضمن طرق التكاثر اللاجنسي بقول تاني طريقة تسمى طريقة الترقيد بص معايا بقى في الجزئية المهمة جدا يبقى احنا كده خدنا كم طريقة من طرق التكاثر الخضري خدنا أول طريقة طريقة العقل بالثلاث أنواع للعقل الطرفية والعقل الغضة والنصف غضة وعندي أيضا العقل الخشبية أو النصف الخشبية عندي غقولنا الطريقة التانية الطريقة العقل تسمى العقل الجزرية وخدنا فيها العقل الورقية وبكده يبقى احنا غطينا أول جزء عندي أو أول مهارة عندي التكاثر الخضري عن طريق العقل الساقية بمختلف أنواع يبقى هنا لو جينا أن ننفذ المهارة العملية هنعرف ننفذها أو إن شاء الله هننفذ المهارة العملية بشكل جيد نراجع مع بعض مرة تانية خطوات تنفيذ المهارة قلنا المهارة دية هنتقيم فيها إزاي حيتم تقييمنا في صورة دليل أداء ودليل الأداء دوت حيتسجل أو حيتدون أو يبقى المعيار بتاعي عليه أو دليل التعلم عليه بطائق ملاحظة يبقى عندي تنفيذ طرق التكاثر الخضري فأول حاجة التكاثر بالعقل الساقية بيتم التقييم بدليل أداء في صورة بطائق ملاحظة هركز مرة تانية ويجب علي كمان أن أقدم مع بطائق الملاحظة دليل الأداء الداعم ودليل الأداء الداعم قلنا هيبقى عبارة عن إيه؟ عن ملف فيديو بوضح وأنا بنفس عملية التنفيذ المهارة أو صورة بتوضح لأثناء تنفيذ المهار وبيتم تسليم هذه المهمات إلى المدرب والمقيم أثناء عملية التقييم لإرفاقها ووضعها عندي في ملف الإنجاز الخاص بي يبقى أنا أكون حريص على نفسي أعرف المهارات اللي هتدرب عليها وجزء مهم جدا أنا لازم أتابع عملية التدريب وأتابع عمليات التقييم وزملة معنا في المدارس مش هيتعوانوا لو حضرتك وأنت بتتدرب في جزئية أحملتها الزميل حيتباحها معاك وحيرجحها مع حضرتك مرة واثنين وثلاثة حتى تتمكن من أداء المهارة تبقى للمعايير الموضوعة بالشكل الجيد يبقى النوع التاني من التكاصر الخضري أو الطريقة التانية طريقة تسمى طريقة الترئيد كلمة الترئيد معناها أن أنا بجيب فرع من النبات والفرع دوة لو كان طريقة تسمى الترئيد الأرضي أو ترئيد هوائي بمختلف نحة بس إحنا هنقرب الموضوع كلمة الترئيد معناها أن أنا أجعل أو بهيئ الوسط اللي موجود للنبات أني لو أنا أخرج عليه أو في منطقة من الساق يخرج عليها جزور والنبات مرتبط بنبات الأم يبقى عملية الترئيد بمجملها كده أن أنا بخلي النبات نبات موجود وفيه فرع طالع على هذا النبات فيه جزئية بخال بعمل فاخر بشا أو إزالة لجزء من اللحاء الخارجي بيخرج والنبات متصل بنبات الأم بخلي هذا الجزء أو أهيئ للوسط أن يخرج عليه مجموعة من الجزور وبمجرد أن يتم خروج هذه المجموعة من الجزور بيتم قطع قبل هذه منطقة خروج الجزور ويصبح عندي نبات جديد يبقى طريقة الترئيد بصفة عامة زي ما احنا شايفين بيقول هي دفن فرع أو جزء منه يعني فرع كامل يجزء منه وبيكون متصل بنبات الأم ويوالى بالرأي حتى تكون أفرع وجزور فيمكن فصله إلى نبات أو أكثر يبقى هنا لو دفنت فرع هطلع نبات لو دفنت أكتر من جزء هطلع أكتر من جزء طب هنا في سؤال هل ممكن أعمل الترئيد طب الفرع اللي عندي فرع غير لين وغير قريب من سطح التربة ممكن أعمل ترئيد آه ممكن أعمل ترئيد أن أعمل حاجة تسمى الترئيد الهوائي ترئيد الهوائي معناها إيه؟ أن أنا حجيب جزء من التربة ويفضل أن تكون بيئة من البطموس المشبع بالماء وأجي على الفرع اللي موجود عندي في منطقة اللي أنا عايزها وأجي أعمل خربشة في اللحاء أو إزال اللحاء في جزء معين وبيتم ربط هذه البيئة على هذا الفرع وبيكون أولوتي تاني بيئة أو بيئة من البطموس المشبع بالماء بيئة من البطموس المشبع بالماء وبربطها على هذا الفرع جيدا وبتبحها حتى يخرج عليها الجزور وبعد كده بيتم فصل هذه الفرع وزعادة زراعته مرة تانية يبقى هنا لو أنا عملت البيئة فوق فبسميه ترئيد هواي ولو أنا عملت الترئيد من فرع قريب من سطح الطربة ودفنه في الأرض فبسمي ترئيد أرض يبقى هنا من ضمن طرق التكاصر الخضر زي ما احنا شايفين طريقة الترئيد نشوف مع بعض الطريقة التانية طريقة الخلفات والفسائل طريقة الخلفات وطريقة الفسائل هنا لازم أكون عارف عندي يعني إيه خلفة ويعرف يعني إيه فسيلة النوعين من دول من طرق التكاصر كل نوع منهم مربطين أو مشهور فيهم نبات مميز جدا طريقة الخلفات النبات اللي عندي المشهور هو نبات الموز وطريقة الفسائل النبات المشهور عندي وحيتم التدريب عليه هي فسائل نبات النخيل يبقى من ضمن طرق التكاصر الخضري أيضا اللي حيتم تدريبنا عليها طريقة التكاصر عن طريق الخلفات والفسائل وفي الحالتين الخلفة أو الفسيلة هي بتنمو من برعم مكانها فين؟ برعم موجود قرب سطح التربة يبقى تعريف الخلفة ونبدأ بأول حاجة عندي أيضا طريقة السرطانات وطريقة التأسيم يبقى من ضمن طرق التكاصر الجنسي الخلفات والفسائل زي ما احنا شايفين وطريقة السرطانات وطريقة التأسيم نشوف مع بعض والسوق المتحورة اللي عندي أيضا من ضمن طرق التكاصر الخضري نبص مع بعض للصورة اللي معانا دي صورة لنبات ايه؟ حد يكون مذاكر معايا ومتابع دي صورة لنبات البطاطة ويعتبر أحد أنواع الدرانات الجزرية وتعتبر طريقة من طرق التكاصر الخضري يبقى احنا نشوف مع بعض كده الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه من بدايته احنا اتكلمنا النهاردة مع بعض على طرق التكاصر الخضري بصفة عامة واتكلمنا فيها على المقارنة ما بين التكاصر الخضري والتكاصر الجنسي عرفنا عن التكاصر الخضري له اسمين؟ انا اقول تكاصر الجنسي او اقول عليه تكاصر خضري عرفت المميزات بتاعة التكاصر الخضري وجيت بعد كده اتكلمنا على اول مهارة من المهارات او اول طريقة من طرق التكاثر الخضر اللي هنستخدمها هي طريقة التكاثر بالعقل السقية ودي كانت اول مهارة من المهارات اللي عندي اللي هي التكاثر بالعقل السقية ووضحنا مع بعض ان العقل السقية دي لها 3 انواع يأما اخدها من طرف النبات او من منطقة غضة فتسمى عقل غضة ولو أنا أخذتها من فرع نموات العام الحالي فتسمى عقل وسطية أو نصف غضة أو نصف خشبية والنوع الثالث العقل اللي اكتجى من نموات العام السابق أو أكثر بتسمى العقل الخشبية بتتميز بأن الساق بتاعته بتكون ساق متخشبة وبيننا الفرق ما بين الثلاث أنواع من العقل الساقية وعرفنا أن في نوع من أنواع العقل تسمى العقل الجزرية وعرفنا أن في نوع من أنواع العقل تسمى العقل الورقية وعرفت الفرق ما بين الثلاثين وخذنا مع بعض وشفنا بنود بطاقة الملاحظة اللي أنا حتقيم عليها عشان أبقى أعارف إيه المهمات اللي هتبقى مطلوبة عندي والمعايير اللي أنا حرعيها أثناء تنفيذ هذه المهارة حتى يتم اجتياز هذه المهارة من المرة الأولى إن شاء الله يبقى إحنا بنتدرب على تنفيذها مرة واثنين وثلاثة لحد ما أتمكن منها وبنطلب من الأستاذ اللي بدربنا في أثناء عملية التقييم إن حضرتك أصبحت جاهز لعملية التقييم بعد التأكد من سلامة وجودة معرفة المهارة وخذنا البنود المختلفة لمهارة تنفيذ العقل السقي يبقى إحنا نأكد مرة تانية إن إحنا في منظومة الجدارات المهنية إحنا بنتعلم مع بعض مجموعة من المهارات الفنية داخل مدارسنا عشان نقدر نطبقها في الخالج في سوق العمل وإدي مهارات فنية هتفيدني وهتبقى مصدر ربح لإن أنا بتعلم حاجات هتفيدني في حياة المستقبلية وأيضا بتعلم مع بعض إزاي إننا نحافظ على نفسي باتباع قواعد الصحة والسلام المهنية ويمكن إحنا وإحنا عادين مع بعض شفنا مع بعض طريقة تنفيذ الأدوات والاستخدامها استخدام الجيد وإحنا كده إن شاء الله نكون نغطينا الجزء الأول من التكاثر الخضري بالعقل السقية وإن شاء الله نتابع مع بعض في حيات مقبلة باقي طرق التكاثر وإزاي نتقيم عليها وإزاي نتدرب عليها وإيه طريقة أو نظام تقييمنا وتدريبنا فيها إزاي ونشوف بتم تنفيذ هذه المهارات في مدرسنا إزاي إحنا هنا إن شاء الله انتهت حلقتنا وبنقدم الشكر لكل القائمين على هذا العمل دعواتنا لكم بالتوفيق ونراكم في حلقات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته